الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد در نعلق على وحدة عمل فيها مفكرة سم سمية الهاشمي واللسامي الهاشمي ما بعرفه وهي من التنظيمات العلمانية المعادية للإسلام تماما أشد العداء يابوا في قناة S24 سودانية 24 بتطعن في الإسلام وتطعن في الحدود بتاعة ربنا سبحانه وتعالى الأنزل في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام نسمع كلام كذا والشيء ونعلق وكلام باطل واضح ما دار كثير تعليق لكن لا بد من كشف وفطح هؤلاء الشعيين والملاحدة والعلمانيين الذين يريدون أن يحاربوا القرآن ويريدون أن يطمسوا الإسلام في قلوب المسلمين فلابد نحن نصدى لهم بالعلم وبالحجة وبما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا نسمع كلامه وأنا حجب لك صوته بس عن العقوبات البدنية الموجودة في التشريعات يعني دي حاجة منافية العقوبات البدنية دي هي بتحط من الكرامة الإنسانية فبيبقى أصلا ما ممكن أي مادة تكون العقوبة فيها الجلد أو الغراء يعني دي حاجة دي إزلال أمة إزلال بلد إزلال شعب كامل فنحن يمكن من أول الأولويات اللي بنعتقد أنه يعني تكون نتاجي للثورة وكده إنه يعني إزالة كل العقوبات البدنية المحطة والمهينة للكرامة الإنسانية سواء كان في قانون العقوبات أو في أي قوانين أخرى يعني فيعني دي حاجة أساسية هو إحنا بنعمل على الحكاية دي يعني طبعا بتتكلم عن الحدود الشرعية الموجودة في قانون العقوبات السوداني وبتقول إنه العقوبات دي اللي هي بتاعة ربنا زي الجلد قالت قالت دي بيضحط من الكرامة الإنسانية وقالت يا إزلال أمة وإزلال شعب أول حاجة يا خالة العقوبات دي اللي تبتكلم عنها الجلد والرجم وقطع يد السارك وجلد الزاني وجلد شارب الخمر وغيره دي حقة ربنا كده أول شي كان انت ما عارفة أن نعرفك وكان انت جاهلة أن نعلمك ولا يمكن ذاته لوحدة جاهلة زي دي يجيبها في قناة لكن احنا قنواتنا وإعلامنا المشكلة بيقى مفتوح لكل منحط ولكل سافل وسفيه دي المشكلة الآن بالمناسبة دي المشكلة الكبيرة الإعلام بيقى مصلط حرب على الإسلام ونحن نسأل الله العلي القدير الذي هو على كل شيء قدير إنه الناس الموجهين الإعلام ومسكين الإعلام على حسابهم زي المرهدي وغيره من الشوعين ومن الملقاطين أداري حاربوا الدين نسأل الله عز وجل إنه يحاربهم وإنه ما يجعل لهم لسان ذكر أبدا في هذه الأمة إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى فأول حاجة ده شرع ربنا سبحانه وتعالى الجلد مثلا جفي السنة النبي عليه الصلاة والسلام جلد شارب الخمر كما في حديث عمر بن الخطاف البخاري وغيره أن رجلا اسمه عبد الله ويدعى حمارا وكان يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجلده ويجلده ثم يشرب ويجلده لحد ما واحد لعنه قال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى به قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الشاهد جلد شارب الخمر أي أن كان كذلك الجلد جفي الزان غير المحصن كما قال تعالى في سورة النور في القرآن الكريم ذكلم ربنا يا أخوان يعني الشوعين والعلمانين ذلك ما يعترضوا علينا نحن أنه يقول لك لا هذا الكيزان نحن لا كيزان كيزان سجمانين مثلك نحن ندافع عن شريعة الرحمن لا تفهم الكلام هذا والإرهاب اللي يمارسوا الشوعين والعلمانين أنه أي ذلك يقول قال القرآن وقالة السنة يقول لك لا دا كوز دا ما بيمشى علينا عرفتها؟ لأنه نحن الكيزان نحن قاعد نرد عليه وانتو ما قاعدت ترد عليهم ولما نحن كنا بنرد على الكيزان إنتو كنت أعضاء في البرلمان بتاع حكومة الكيزان يعني أنتو ما مختلفين مع الكيزان في حاجة أبدا ولا الكيزان مختلفين معاكم في حاجة بس اختلفتوا في الكيكة أما نحن موضوعنا موضوع الدين كده أن نعلمك يا حجة إنه الجلد جل الزاني المحصن ربنا قال الزانية والزاني أها أعمل لهم شنو؟ إذا سبت عليهم دي زاني أو ده زاني؟ بالطرق الشرعية المذكورة في النصوص سبت خلاص يحصل شنو؟ فاجلدوا فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يعني الجلد ده الله ذكر في القرآن وأمر بيه في القرآن الله الخلقنا وخلق الحج دي اتنين قال ده دين الله في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وليوم الآخر يعني علامة من علامات إيمان العبد إنه يطبق الحد من حدود الله ويطبق جميع حدود الله سبحانه وتعالى فديل العلمانين والملاحدة دارين يسلخون من ديننا دارين يسلخون من ديننا فقالت الثورة جاتش أن تحارب الحاجات دي ثورة في عينك ثورة في عينك ده قرآن كيف تحارب القرآن؟ كان انت كان ثورتك ده قرآن نزل من السماء نزل به الروح الأمين على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذاك رجم الزاني برضو داورت النبي عليه الصلاة والسلام رجم عمر بن الخطاب رجم فددين ما بنتنازل عنه نحن لأننا وحدات ملقاطات زي دي فقالت ده إزلاء الأمة وإزلاء الشعب وتحط الكرامة الإنسانية لا 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 الإنسان ده الخلق منه والكرم الإنسان ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا ده الله الكرم وألا الأوجد الإنسان أصلا لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الله الخلق وألا الكرم وهو الذي يعلم ما يصلح هذا الإنسان وما يفسده الله سبحانه وتعالى لأنه ربنا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فإنت حدود الله النزل على عباد الخلقهم أنت ما خلقتهم أنت ما خلقتهم تجد اعترض على الله على حدوده النزل شوف الحجة دي عليك الله ما بتستحي ولا بتخجل لكن والله اللوم الكبير ما هي لوم على لوم كبير لكن اللوم الأكبر على وسائل الإعلام ناس قناة سودانية 24 وقناة شنو البقى مفتوح مفتوح لكل ساقط ولكل منحط يا أخي قبل ذا جايبين صورة قال لي آدم وحوة كرتون بتاع أطفال فيديو على رأيه زي ما الله خلقهم وقال ما آدم عليه السلام ولا حوة عليه السلام وجايبين قال ده الله بتكلم معهم يا آدم ليأكلت من الشجرة وغيره ما سكلته وفاحة قال بيأكلها يا أخوانا ده والله يقم في الاستهزاء بالإسلام وربنا قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ده القرآن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فالإنسان الذي يعترض على أحكام الله سبحانه وتعالى اعتراضه هذا كفر وإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى ما هي جوز لإنسان يعترض ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وربنا سبحانه وتعالى قال قال فلا وربك أقسم بنفسه وروبيته سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الإنسان لو ما حكم دين الله وحدود ربنا وحدود الحدود التي شرع أهلنا النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه ده ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون نفى عنه الإيمان مقسما بنفسه بربوبيته سبحانه وبحمده يجو ديل دارين يا أخي غيروا دين الإسلام يقول نحن هنعمل إن شاء الله على تغيره تغير شنو نسأل الله عز وجل إنه يغيرك ذاته ويفضحك ويكشفك للأمة هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وآله وصحبه سلام